اشتركوا في القناة 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 هي في نفقاء الريب والشرك أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقا إن لم تكون شركا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا معرضوا عليها هذ الناس لك يرقيوا والطريقة أنت عن الرقيا ديالهم لا بأس بالرقا ولكن بين قوسين إن لم تكون فيها شرك هذ الناس هذو طريقة العلاج ديالهم أنهم يلبون رغبة ذلك الشيطان معهم شياطين ديالهم خدامين معه معهم شياطين ديالهم وحتى ذلك السيد ولا ذلك السيدة اللي غيتي يتعالج عندهم فهم تقدموا الرغبات والطلبات لذلك الشيطان مثل ذلك الطقوس الشركية مثل كل شيطان وعندوا لباس معين عندهم كما شفنا على لسان ذلك الساحر اللي تعترفه على لسانه تقول أنا ساحر ولا سحر تلك شيء واحد ما كيش ليفكوا بغي نقوله أن الله جل وعلا على كل شيء قدير ولا يفلح الساحر وحيث أتى وكيد الشيطان مهما قوية يبقى ضعيف لكن بكرت في الساحر هو ما كيت تقبلش كلمة مشعودي يعني ما هو الفرق بين ساحر ومشعودي هل تتقبل الزانية أن تقول لها أنت زانية لم تتقبلها أبدا أي أن واحد الجرم يبغضه الله وخلق الله ما قديش تقبله أنت أنت ساحر ما تحس بواحد هو رح عارف الجرم يدير معارف بالعالمي لذلك تقول لك كلمة ساحر عارف الوقع ديالها عن الله ما هو هو ما كيتقبلش كلمة مشعويد ولكن يملكك تقول له ساحر كتجي شوية خيفة هم أغلب يد الساحرة تلقاهم عندما يغويهم إبليس في هذا المجال تقول لك نحن لنا علوم وهذا علم تقول لك الساحر هذا علم يدرس هذا علم وكذا علم أرقام علم حساب علم نجوم وكذا نرجع لكلمة ديالنا أنه المشعويدين ميتال سيأتي عندنا شي أخر فيها مستعاشق يقول له ميتال شكون شاي يقول له أنا فلان شنو بغيتي يقول له ميتال ربغي كدب حلي يعجل ودير لي يلي فلاني وكذا 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 علش يجدون 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 أي حاجات يجدون كل جين ولا يجدون لون معين مثل في المصطلح حمو القزار هذا هو المصطلح الساحرة العيشة التي تريدون أسود مالكة يجدون وكذا يجدون على ذلك حقا يجدون مالكة في الملكة التي يغنيها يلبس وكذا هذا يقول أنه مالكة وكذا أصاب بأدية شيطان في الليلات من خلال البرنامج الذي فعلنا قبل كنا يجدون هذه وكذا تعرف بلستطاع هذا مثل حتى ينقوم بالرقية الشرعية و يتصرع الجن يتكلم على لسان الأخ أو الأخ فمثال يقول لك أنه دائما يبغي لك اللون الأحمر دائما يلبس اللون الأحمر يقول له عليا شكفته هو الشعار مثل تبحنا يا المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا أننا إذا مات الإنسان ندفنوه في تهو الأبيض تهو الطهر والنقاء وهو مع عكس ذلك هو كل حل يشكي كل صنف من أصناف الجن والشياطين إلا وله شعار في لونه خاص هذا عنده الصفر هذا عنده الحمر بحالة نقوله نحن يا الرايات انتع الدول نحن المغرب عندنا الحمر والخضر هذا المصريين كذا هذا كذا أي تمتازوا به ذلك الصنف ذلك الصنف تنميزوا على صنف آخر بذلك اللون حتى حتى يتصرع ذلك المريض أو ذلك المريض تتلقى يحبوا تلك الألوان إذا أرى الحمر سنبغي لونه على الاسم و بعض المرهات سنقول لا تنميزوا على خارج المريض سنبغي بسرعة و لا تنميزوا لونه و سنبغي بسرعة لونه المعيز وتشوفوا على قناوة كما تنميزوا على العشاء كما تنميزوا على الاسم لونه نرجع للمشاوياتنا يقول طريقة الإزالة الجن يعتمد على طرق خاصة ويقول أن الجن يتعاون معهم وكيف نتوقع هذا الكلام وكيف نتوقع تحيد الجن من الواحد إذن نبدأ من السؤال الثاني كيف نحن الروقات تنحيد الجن من الإنسان نحن الروقات تنمشي على شرع الله تدخل عند الرقيق يقرأ عليك كلام الله وفي نظرك ويقول كلام الله أقوى ولدك السحر الذي يفعل من الساحر أقوى وكما يقول رب العالمين في القرآن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ممينين أي أن الله جل وعلا أحل لنا الرقية حتى الرقية ذكرت في القرآن وقيل مراق وظن أنه الفراق يقول العلماء أن الرقية ممكن تعالجك من جميع الأمراض وجميع الأمور إلا الموت إلا الفراق والرسول صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة رضي الله عنها وأرضها كلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من أمره رقه جبريل أي أن جبريل كان دائما يرقي النبي صلى الله عليه وسلم وأن عندما سحر النبي والقصة معلومة عندما سحر النبي بسحر اليهود عندما أتوا عنده فرقه جبريل أيضا لإزالة ذلك السحر الذي سحر به خير خلق الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم أي أن الراقي لماذا سميت الرقية الشرعية لأنها من الشرع من الكتاب ومن السنة ما كتسمعش فيها كلمات غير مفهومة ما كتسمعش فيها رموز وأرقام ما كتسمعش فيها بعض طلاثين أي أنها كلمات مفهومة من الكتاب والسنة أي حيث نقول الكتاب والسنة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية من دعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اجتهادات دينية صابقة للعلماء هذه هي الرقياء الشرعية اشترك الآن في قناة أشواق ع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق ع تيفي شريد إلكتروني وطنية شاملة ومستقلة